مرحبا طلاب الصف الثاني في محاضرة جديدة تتعلق بالمحاضرة السابقة اليوم عدنا حل التمرينات لموضوع نائب الفاعل نائب الفاعل طلاب يأتي بعده فعل مبنين المجهول الفعل المبنين المجهول هو الذي لا يوجد فيه فاعل شلون أحول الفعل من مبنين المعلوم إلى مبنين المجهول أخذناها بالدرس السابق شوية نذكر بعض المعلومات حتى شنو ندخل للتمارين أو احنا عدنا كل المعلومات الفعل المبنين المعلوم أحول إلى فعل المبنين المجهول إذا كان ماضي أو مضارع أو أمر خلي بالك الأمر لا يمكن بنائه للمجهول لا يمكن بنائه للمجهول إطلاقا تقول ليش أقول لك الأمر لأن الفاعل مخاطب والفاعل موجود الماضي يكون بالطريقة التالية أولا أضم الحرف الأول أخلي علي ضمه وأكثر ما قبل الآخر وبالمضارع أضم الحرف الأول وأفتح ما قبل الآخر هذا الفعل ما نحاول إلى فعل المبنين المجهول وراء الفعل المبنين المجهول الطلاب لا يجيني فاعل سيجيني نائب فاعل النائب الفاعل أما أن يكون ضميرا أو اسما ظاهرا أو ظرف ومضاف إليه أو شبه جملة جار ومجرور نائب الفاعل مرفوع علامة رفعة ثلاثة لو ضمه لو ألف لو واو ضمه إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم ألف إذا كان مثنه الواو إذا كان جمع مذكر أو من الأسماء الخمسة هذا كل ما يتعلق بنائب الفاعل اسم مرفوع جيد التمرين الأول استخرج من الجمع التالي الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل وعلامة رفعة يريد من عندي استخرج الفعل المبني للمجهول واستخرج نائب الفاعل وعلامة رفع نائب الفاعل شنو على غرار التماري راح يجيب لك بالامتحان يعني شيريدي يجيب لك بالامتحان احنا نضبط قواعد أو ندخل للامتحان إن شاء الله كل المعلومات عندنا أولا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرومون بسيماهم استخرج الفعل المبني للمجهول أول شغلة عندي أدوّع على فعل مبدوء بضمة يعرف هذا مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر هذا فعل مضارع مبدوء بأحد أحرف كلمة أنيتو أنزله إذن الفعل أولا عندي يعرف حلو والنائب الفاعل المجرمون من الذين يعرفون بسماهم؟ المجرمون إذن المجرمون نائب فاعل المجرمون هو نائب فاعل شنو علامة رفعه؟ طلاب المجرمون جمع مذكر سالم وعلامة رفع المذكر السالم هي الواو إذن علامة الرفع ما هي؟ الواو ثانيا قال الشاعر يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجلي دل على فعل مبني للمجهول يصاب مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر تقول له وينك فتح على ألف؟ فقل لك لا هذا الألف عبارة عن فتحه شكه ألف ساكن عبارة عن فتحه هذا الفعل مبني للمجهول أنزل الجملة وهي ثانيا يصاب مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر هذا مضارع أين الفعل المبني للمجهول؟ ما يأخذ وراه؟ نائب فاعل إذن الفتى نائب فاعل الفتى نائب الفاعل مرفوع لو منصوب لو مجرور مرفوع ما هي علامة رفعه؟ انتبه الفتى واحد إذن علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر إذن عد هنا لعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر طلاب الأليف بنهاية الكلمة يقول تعذرني ما تصير علي ولا حركة ممنوع فإنك تمطق الضمة هسا على ألف أتحداك أبد شو قول الفتى وخلي عليها الضمة لو شو سوي ما تصير إذن منع من ظهورها التعذر ثالثاً وضعت النفايات في الأماكن المخصصة وللفعل المبني المجهول طلاب الفعل المبني المجهول وضعت مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر تقول لي مفتوح ما قبل الآخر أقول لك لا هاي تاء التأنيث الساكنة ما العلاقة بيها أنا أتعامل وي الفعل لحد هنا والنهاية الفعل العين أنا أكثر ما قبل الآخر إذن الفعل ثالثاً وضعت وضعت جيد أين نائب الفاعل؟ النفايات أو ما الذي وضعه؟ النفايات إذن النفايات نائب الفاعل النفايات نائب الفاعل مرفوع لو منصوب لو مجرور مرفوع وعلامة رفعه الضمة السبب الضمة لأنه جمع مؤنث سالم علامة رفعه الضمة أربعة يقدر العاملان المنتجان يقدر طلاب مظموم الأول مفتوح ما قبل الآخر هذا فعل مبني لمجهول والنائب الفاعل العاملان إذن نزل الجملة أربعة يقدر ونائب الفاعل العاملان شين علامة رفعه؟ الألف لأنه مثنى علامة رفعه الألف لأنه مثنى خامسا من طابت سريرته حمودة سيرته الفعل مبني لمجهول حمودة وسيرته هو النائب الفاعل إذن خامسا الفعل حمودة عين نائب الفاعل سريرته أو سيرته طلاب هاي سيرته مكونة من كلمة سيرة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة إذن النائب الفاعل للأصل هو سيرة سيرة واحد زين ما هي علامة رفعه؟ الضم وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة هذا كل ما يتعلق بالتمرين الأول وين الفعل المبني المجهول؟ أول نائب الفاعل شن علامة رفع نائب؟ الفاعل موضوع بسيط أصلا وسهل جدا التمرين الثاني أكمل وأضبط كل كلمة بالشكل ثم أدخلها في جملة مفيدة طلاب منطيني أفعال بالفعل الماضي ومنطيني عليها مثال مثلا عند الفعل فهمة محاولها إلى فعل مبني المجهول بالماضي وهنانا إلى فعل مبني المجهول بالمضارع ومدخلها بجملة مفيدة يريد أن أسوأ على نفس ما منطيني بالمثال يعني هذا الفعل الماضي يريد أن أبني المجهول مرة بالماضي ومرة بالمضارع وأدخله في جملة مفيدة يعني شنه جملة مفيدة؟ طالب من يسمع بكلمة جملة مفيدة يتكهرب يخاف ينطي مثال لا طلاب جملة مفيدة عبارة عن هذا حتينا اللي إحنا نسول فيه بس مجرد تحوله إلى كلام فصيح خلص جملة مفيدة بسيطة جدا إحنا اللي قاعد ننطق به هذا الألفاظ عند الفعل جمعة هذا فعل مبني المعلوم أرد حوله إلى فعل مبني المجهول بالماضي أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر شوفي شون سهله أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر هذا بالماضي زين بالمضارع أضم الحرف الأول وأفتح ما قبل الآخر هذا الحرف الأول ضمته هذا ما قبل الآخر فتحته خلص مثلا هنا قال وأدخلها في جملة مفيدة أقول جمعة الطلاب في ساحة المدرسة عند الفعل علمه هذا الفعل مبني المعلوم أرد حوله إلى فعل مبني المجهول بسيط جدا أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر خلص ضمه كسره علمه أرد حوله بالمضارع مبني المجهول شو سيصير يعلم انتبه ما قبل الآخر أفتح أرد خليه بجملة مفيدة بسيطة جدا أقول علمه الخبر هذا أنا أفعل عند الفعل استعمله يريد من عنده أبني المجهول في الفعل الماضي أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر هذا الأول ضميته وأنا قبل الآخر الميم أكسره استعمله إذا بالمضارع أضم الحرف الأول وأفتح ما قبل الآخر تبه يستعمل مثلا هنا أنا قلت استعمله القلم في الشرح هذا الفعل مبني المجهول مضموم الأول مكسر ما قبل الآخر بالفعل الماضي عند الفعل أكله أرد خليه إلى فعل مبني المجهول بسيط وسهل أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر أكله إذا بالمضارع أحاوله إلى فعل مضارع وهو نضم الحرف الأول يؤكل إذن هنا ستكون عندي يؤكل أضم الحرف الأول وأفتح ما قبل الآخر أفتح انتبه أخليها بجملة مفيدة سهلة جدا شنو أولي نوكل أكله الطعام خلص عبد لا تتخوف من أنشئ جملة مفيدة أكله الطعام الطعام نائب فاعل عند الفعل درسه أرد حوله إلى فعل مبني المجهول بس أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر شو صير دوريسه وبالمضارع أحاوله يدرس خلص أرد خليه بجملة مفيدة دوريسه نائب الفاعل وهو بيت القصيد هو اللي درسناه اليوم إن شاء الله نمسح الصبورة ونكمل التمرين الثالث شوف شنو المطلوب من عندنا التمرين الثالث المطلوب الآتي عين نائب الفاعل وميز نوعه طلاب نائب الفاعل أخذناه يأتي على عدة أنواع مرة يأتي اسم ظاهر ومرة يأتي شبه جملة جار ومجرور أو ظرف ومضاف إليه شبه جملة طلاب حرف جر بعده اسم مجرور الظرف والمضاف إليه لو ظرف زمان لو ظرف مكان يعني الزمان الذي وقع فيه الفعل المكان الذي حدث فيه الفعل هذا يقصد به الظرف أولا أمرت بطاعة الوالدين أول شغلة لازم أبحث عنها بأنه نائب الفاعل يأتي بعد فعل مبني للمجهول يعني بالبداية لازم أستخرج الفعل المبني للمجهول بعدها نستخرج نائب الفاعل أدور على فعل مبني للمجهول الفعل للمبني للمجهول طلاب مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر بالماضي مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر بالمضارع أمرتو لاحظ مضموم الأول مكسور ما قبل الآخر إذن هذا نائب الفاعل وين الفاعل؟ أمرتو بطاعة لاحظ بطاعة الوالدين أو عفوا التاء التاء ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل إذن هنا أنا ما نوع النائب الفاعل ضمير متصل مؤخذناه هنا الضمائل إذا اتصلا بفعل مبني للمجهول يبنى الفعل المبني للمجهول ويتصل به ضمير فيعرب هذا الضمير ضمير متصل مبني في محل رفع نائب ثانياً تضع أنباء العالم في حينها بوسائل إعلام الحديثة لاحظ هذا الفعل مبني للمجهول أنباءه هي نائب الفاعل ما نوعه اسم ظاهر يعني لا ضمير ولا شبه جملة ثالثاً يجلس فوق الكرسي هذا عد الفعل المبني للمجهول والنائب الفاعل فوق الكرسي ما نوعه ظروف ومضاف إليه أربعة يحترم المخلصون لإخلاصهم هذا عند الفعل يحترم مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر إذن هذا فعل مبني للمجهول ما بعده يعرب نائب فاعل إذن المخلصون نائب فاعل خامساً عمل الخير يجب أن يستمر عليه لاحظ مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر إذن هذا فعل مبني للمجهول ما بعده نائب فاعل إذن هذا عليه مكون من حرف الجر على زائد الزمير إذن هذا نوع شبه جملة جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل التمرين الرابع ضع كل كلمة مما يأتي في جملتين بحيث تكون الأولى مفعولاً به انتبه الأولى تكون مفعولاً به والثانية تكون نائب فاعل وغير ما يلزم طبعاً تكون مفعول به إذا كان الفعل مبني للمعلوم وتكون نائب فاعل إذا كان الفعل مبني للمجهول عندي الكلمات اللي منطنياها المدير الفلاح المحامي المؤذن أو عفواً المسلمين والمتحف أو عفواً الحديقة كرم المدير الطبيبين كرم فعل ماضي مبني على الفتح المدير فاعل مرفوع علامة رفعه الضمه الطبيبين مفعول به إذن عد كلمة الطبيبين أرتخليها في محل رفع أبني الفعل إلى مبني للمجهول أضم الأول أكثر ما قبل الآخر الطبيبان رح يكون نائب فاعل هنا أنا كان مفعول به هنا أنا صار نائب فاعل شين يلتغير؟ حولت الفعل المبني للمعلوم إلى فعل المبني للمجهول خلاص وياها يحذف الفاعل ثانياً سقى الفلاح الحديقة سقى فعل ماضي مبني على الفتح المقدرة منع من ظهورها التعذر الفلاح فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمه الحديقة مفعول به جيد أردخل الحديقة تعرب نائب فاعل شين يسوي؟ أبني الفعل للمجهول سقيت الحديقة الحديقة ستصبح نائب فاعل لماذا؟ لأن هذا الفعل مبني للمجهول ثالثاً جاهدت المحامي متفانياً لحظة هذا الفعل مبني من معلوم شاهد فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل المحامي مفعول به متفانياً حال أردخل لكلمة المحامي تعرب نائب فاعل شين يسوي؟ أبني الفعل للمجهول وحد في الفاعل شهد المحامي إذا المحامي يعرب هنا نائب فاعل أربعة دعا المؤمن المسلمين للصلاة دعا فعل ماضي المؤمن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمه المسلمين مفعول به أردخل لكلمة المسلمين تعرب نائب فاعل شهد الفعل المبني للمعلوم أحوله إلى فعل مبني للمجهول شهده أضم الحرف الأول وأكثر ما قبل الآخر المسلمون تعرب نائب فاعل خامسا بنت وزارة الثقافة المتحف يمكن المتحف قبل وزارة الثقافة المبني بنى فعل ماضي التآتاء التأنيف الساكمة الوزارة هي الفاعل وهي مضاف والثقافة مضاف إليه المتحف مفعول به أردخل للمتحف يعرب نائب فاعل شهد oui الفعل المبني للمعلوم أحوله إلى فعل مبني للمجهول وأحذف الفاعل شي سيصير؟ بنية المتحف المتحف راح ينعرب فا نائب فعل يعرب نائب فعل هذا كل ما يتعلق بالتمرين الرابع التمرين الخامس مطلوب عندي الآتي تأمل الجملة التالية ثم أجب عن الأسئلة طلاب عندي جملة منطيني إياها وعندي عليها بعض الأسئلة الجملة يمنح المتفوق جائزة يمنح المتفوق جائزة أول سؤال على هذه المقولة ما نوع الفعل من حيث التعدي واللزوم يقصد به هذا الفعل متعدل ولازم طبعاً الفعل منحة من الأفعال التي تأخذ مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر هذه المعلومة وين أخذناها؟ بالمحاضرة السابقة وهي الفعل اللازم والفعل المتعدي هذا الفعل متعدل ولازم نقول عليه الفعل يمنح متعدي هذا الفعل نوعه متعدن لا تكتبها بليا لا إذا كانت نكرة بالتنوين متعد وما أعرابه؟ طلاب هذا الفعل أجاني يمنح فعل تبه مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظم والظاهر على آخره لأنه صحيح الآخر أنزل الفعل نفسي وهو يمنح حد الآن هاي المطلوب الأول المطلوب الثاني أين الفاعل في الجملة؟ وماذا حل محله؟ الفاعل وين راح ألقاب هاي الجملة؟ يمنح المتفوق فجائزة ما راح ألقيه من اللي منح المتفوق؟ ما تدري لا أنت تدري ولا أنا أدري ولا أبو الكتاب يدري من اللي منح المتفوق شو نسوي بهاي الحالة؟ نقول أين الفاعل؟ نقل الجواب الفاعل محذوف حلو إذا الفاعل محذوف لازم واحد يعوض مكانه من اللي يعوض مكانه؟ وماذا حل محله؟ نقول حل محله نائب الفاعل نائب الفاعل هو الذي يحل محله ليش؟ لأن الفعل مبني للمجهول انتبه يمنح مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر مضارع إذن مبني للمجهول المبني المجهول ما يأخذ فاعل وإنما يأخذ نائب فاعل ثالثا ما إعراب المتفوق وجائزة سيكون إعراب إطلاعا كالتالي نائب الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمّة الظاهر على آخره المتفوق نائب فاعل مرفوع بالضمّة نستطيع أن يقول إن مرفوعEN بالضمّة لا إذا، ف aquesta من فاعل المختصاص لذلك際نا نقول فاعل مرفوع فاعل وعلامة رفعه الضمّة الظاهر على آخره لماذا عربنا نائب فاعل؟ اللي فعل الذي قبله مبني للمجهول المبني للمجهول يأخذ نائب فاعل جائزة شعر به مفعول به منصوب جائزة مفعول به منصوب بالفتحة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه صحيح الآخر المطلب الرابع ما أسباب حذف الفاعل الفاعل ليش نحذف هاي الجملة طبعا الفاعل بهاي الجملة أخذنا بالدروس السابقة يحذف الفاعل لأسباب من هذه الأسباب أولا العلم به ثانيا الجهل به ثالثا الخوف منه رابعا الخوف عليه وخامسا للاختصار هذا خمسة أسباب يحذف بها الفاعل الخوف منه الخوف عليه الجهل به العلم به للاختصار هذا نتنزل هنا التمرين السادس منطيني حلل ثم أعرب يعني الكلمة إعرابها سيكون تغطيطنا بهذا الشكل الكلمة إعرابها أولا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجمع الشمس والقمر ثانيا تقاسي الأمم بوعي شبابها امخلي للخط تحت وجمع الشمس وبعد تقاسي الأمم هذا الفعل طلاب أولا ما يسبوق بالواو الواو أقول عليها كالتالي الواو حرف عطف خلص زين جمعة فعل ماضي مبني للمجهول مبني على الفتح جمعة فعل ماضي مو تكتبها بالياء بالكسرة مبني للمجهول مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر الفعل المبني للمجهول ياخذ نائب فاعل إذن الشمس راح تعرب نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره زين الجملة الأخرى تقاسي الأمم بوعي شبابها طلاب عندي هذا الفعل مبدوء بأحد أحرف كلمة أنيتو مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر هسا تقول للألف أقول لك شكو ألف عبارة عن فتح فعل مضارع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهر على آخره مرفوع وعلامة رفعه الظم الظاهر على آخره هذا الفعل مبني للمجهول نقول له وهو مبني للمجهول يقصد فين مبني المجهول يعني أن فاعله غير موجود بالجملة من الذي يقيس الأمم؟ ما تعرفه الفاعل غير موجود أذن الأمم الفعل المبني المجهول ما يجي وراها؟ شنو عرابه؟ نائب فاعل مرفوع بالضمة مرفوع بال الظم على معنى قولنا حي على الصلاة يقول له هاي العبارة صحيحة لو خطأ نمسح هنا لبعض الكتابة حتى شنو يصير لنا مجال هاي هنا التمرين السابع يقول لي يعني شنو أخذنا بتقويم اللسان طلاب تقويم اللسان يبين له التعبير الصحيح من التعبير غير الصحيح تمرين السابع بحثت في المعجم على معنى بحثت في المعجم على معنى حي على الصلاة يقول لي هاي العبارة صح لو خطأ من حيث التعبير أردى شوفاني بحثت في المعجم على معنى بحثت على لو بحثت عن شنو أخذناها بتقويم اللسان لازم أنت عندك معلومة هاي هنا عندي خطأ مو بحثت على لازم شا قول بحثت عن حي على الصلاة لو حي على الصلاة نانا جاب لياها بالكسرة إذن هنا عندي خاطئة شنو الصح حي هسا يقول استاذ هاي الياء مخلى عليها فتح أقول لك لا شوفوا الشدة وين مخليها فوق الياء الشدة عبارة عن حرف الكسرة وين مخليها جو الشدة يعني جو الحرف إذن هنا الحركة تحت الحرف وليست فوق الحرف أنا ما تعامل ويا الياء الأولى لا أتعامل ويا شدة على أنها حرف إذن الكسرة تحت الحرف هذا كل ما يتعلق فيه تمرينات نائب الفاعل نائب الفاعل موضوع شوية جديد علينا بس شنو؟ نقدر نضبطه من خلال متابعتنا للملاحظات وأبرز التمارين الواردة نشوفكم بالمحاضرة القادمة إن شاء الله في رسم الهمزة في مالا زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة